في لقطة مهمة جدا في المتش ده بتعبر عن عشق جماهير النادي الاهلي في صورة بديعة وبليغة الشيخ احمد ابراهيم المصري الجميل وهو من ابناء المنصورة في الاهلية وبيعمل امام لاحد المساجد في دولة الامارات العربية الشقيقة تعليقات السوشيال ميديا يعني انهالت عليه طبعا تعليقات ناس كتير في كل الدول العربية على هذه الصورة وقالت ان مشجع النادي الاهلي الكفيف ظهر خلال مباراة السوفر وهو يتابع المتش في الاستاذ وكان ماسك الراديو جنب ودنه وصورته طبعا كاميرات كتير وطبعا بطبعات الحال صورته الجميلة دي خطفت كل الانظار وكان حديث كل الناس من اول من لقطة دي ظهرت على الهواء مباشرة الحقيقة بالمناسبة هو يعني اضافة لكونه امام مسجد في دولة الامارات هو كمان خريج اداب انجليزي وعاشق للنادي الاهلي منذ الصغر وبيتابع كل المباريات صوتيا ولما عرف بوجود النادي الاهلي في دولة الامارات قرر انه يكون متواجد داخل الملعب عشان يشجع الفريق اللي هو بيعشقه وزي ما قال ان النادي الاهلي وشه حلو علي وانا كمان وشي حلو عليه وكل النهائيات اللي حضرتها للنادي الاهلي في الاستاذ كانت بتنتهي بحصول النادي الاهلي على البطولة الاهلي الحقيقة عشق طفولة بالنسبة له بالنسبة لغيره وهو اكد ان هو فعلا عشق طفولة بالنسبة له وقصة حب لا تنتهي وقال من حظي ان انا طلعت وعلى البطولات الحقيقة كلام جميل جدا ولقطة جميلة لمشجع اذاوي جميل يعني بنتمنى له اكيد كل التوفيق